المتابعين سوا أجواء الريد كاربت من مهرجاني الديافة دولية وصار معي على الريد كاربت هلأ دارين وأرز اللي هني من أصحاب الهمم واللي حب مهرجان ديافة الليلة يكون إلون لفتة خاصة مسأل خير دارين مسأل خير إلي ومسأل خير للمشاهدين أرز مسأل خير مسأل نور أنا حابة بعرف شعوركم هيك قبل لحظات من تكريمكم على المسرح لا أكيد كتير مبسوطة أنه عن جد عم بيصير لفتة لأشخاص لأصحاب الهمم هذا بيدل أنه قديش عن جد العالة عم تتطلع أنه لازم نحن نتخطى الإعاقة الجسدية نتطلع على الإنسان شو عنده شو بقدر يحقق بالمجتمع كيف يفيد غيره أرز شو شو عورك خبرناك من بعد سنين عذاب وتحدي بيني وبين حالي وبين المجتمع اللي بيرفض التنمر لقيت أنه عم بقدر أتكرم عم بتكرم مش بس لقلي لكل أشخاص تعرض للتنمر من وراء اختلافه منشن هكا السنة عم بركض كرمال الانتي بولينج وزيادة عن هيك كرمال العنوانة دور عيسو توكيو كرمال توكيو 2020 بارالامبكس كنت دايق لما يطلعوا فيك ويقولوا غريب كيف أنه عم بيقدر يكون على الداق وهو من أصحاب الهمم؟ كنت دايماً لقي حالة أنه I'm different بس رجعت لقلت أنه كل واحد فينا مختلف بس اختلاف وغير بيختلف عن الثاني فكنت دايق أول فترة بس هل في يتسابق معي وهل في يسبقني؟ هيدا السؤال دارين انتي كمان عندك قصة حلوة تروة وتحكي عنا فخبريني لما كانوا يطلعوا فيك ويقولوا غريب أنه كيف قدرت تعمل هالسبورت وهي عندك كاسبشل شو كان هيك تحصل؟ هلأ أنا من زمان لما رحت أجري على عمر 15 طبعاً بيكون في أسئلة بهالعمر أنه ليش أنا ليش صار فيني هيك؟ ما ملأ أجوبة لألا في كتير أمور بالحياة ما ملأ إلى أجوبة فأنا بعد فترة طويلة يعني بعد عشرين سنة لقيت الجواب لقيت أنه أنا من زمان كنت عم فتش على قضوة لألي ولقيت أنه يمكن أنا لازم أكون القضوة وأشتغل على حالي وأعمل شي من ماشي استخدم هالسلبية اللي أنا شايفتها سلبية للإيجابية وشفت قديش عن جد العالم عم تتطلع وعم تقوى لما تشوفني أنه أنا بقدر أعمل هالإشياء وما خص الإعاقة خص إنه نحنا كيف يكون عنا حب لنفسنا وسئة بنفسنا يعني أنت إذا بتحب حالك وعندها سئة بحالك العالم بتشوفك هيك وكيف بتحب العالم بتشوفك بتتصرف نارين وأرزبت من للكون صهرة حلو الليلة ونحنا فخورين فيكن وأكيد راح نكون نطرين تكريمكن وهلأ خلينا ننتقل لعند سالي